متأخرا دق ناقص الخطر عند قيادات التحالف وقوة الجيش الوطني في عدن التي صمت آذانها عنه لأشهر حتى أصبح محدقا وعلى الأبواب يتمثل الخطر المقصود هنا بالتقدم الذي أحرزته ميليشيا الحوثي والمخلوع في القبيطة على حساب المقاومة الشعبية التي ظلت تقاوم رغم افتقارها لأبسط مقاومات المواجهة على الأرض عدم الاكتراث بنداءات المقاومة الشعبية وطلبها المتواصل للدعم مكن الميليشيا من السيطرة على مناطق مهمة تشرف على مواقع استراتيجية للجيش الوطني في لحجة الاستجابة المتأخرة التي أعلنتها قيادات الجيش الوطني بدفعها تعزيزات عسكرية تتألف من دبابات وراجمات صواريخ وعربات مصفحة بالإضافة إلى أربعمائة جندي باتجاه مناطق المواجهات مهمتها بحسب مصادر ميدانية مقتصرة على تعزيز حماية الحزام الأمني للعاصمة البؤقتة عدن لتبقى القبيطة ومعها باقي الجبهة في تعز وحيدة في مواجهة آلة القتل والدمار التي تقودها الميليشيا وهو الأمر الذي يفسر بالتقصير والخذلان المستمرين تجاه تعز اشتركوا في القناة